تفضل علي السلام عليكم وعليك السلام تفضل تريد تفسير للآية الكريمة يا ريتو الله تفضل التفسير هو لا ألم تفسير إلا الله راسق ونبلغ لكن يصير غشاء نائم فوق النور ما للتمر أو الرطب هذا اسم قطمير أنا ما سألت عن القطمير أنا بسأل عن تفسير الآية ما بسأل عن لفظة في الآية أنت كاتب ما أي وماشي أنا بسأل عن لفظة في الآية من الصبح بذكر الآية أقول يا جماعة أعجبين نفسر الآية أي والآية ماذا تعني الآية الآية الذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير وَإِنْ تَدْعُوهُمْ مَا يَسْمَعُوا دُعَائِكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا يَسْتَجَابُوا لَكُمْ مَا يَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَكْفُرُونَ بِشُرْكِكُمْ في الآخر يكفرون ما أذكر الآية لكن هذا ما تقول وهو القطمير اللي يصير الغشاء الناعم على النوى أيوة يعني إحنا ممكن به نص هذه الآية ندعو من دون الله عز وجل أم لا ندعو من دون الله عز وجل لا ندعي أكيد لا ندعي من دون الله هو الله يقول ادعوني فأني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم صح لو غلط أيوة يعني إذن الآية تحضنا على أن نتخذ صنم ولا نتخذ أحد من دون الله عز وجل وندعوه من دون الله عز وجل صح حضرتك يعني فاتح البث أنه ندعي من دون الله مثلا نستغفر الله طيب يعني الذي يقول يعني عندكم روايات تقول صلاة الاستغاثة بفاطمة عندما أقول يا فاطمة يغيثيني أليس هذا دعاء من دون الله عز وجل لا هذا مو دعاء يا شيخ أكفر بين الدعوة والعبادة لله طب ايه هو الدعاء طيب ايه هو الدعاء ايه هو الدعاء ايه هو الدعاء يعني اهم البيت عليهم السلام كانت فاطمة اول حسن يا أخي ايه هو الدعاء يا سيد ايه هو الدعاء يا باش أنا ما أكلمتك عن المكانة دلوقتي إحنا ندخل في المظلوميات أنا بسألك إيه هو الدعاء الدعاء مثلا يا رب حق فاطمة الزهراء أرزقني ذريات الصالحة هنا سألتك يا رب بحق فاطمة أنا بسألك إيه هو الدعاء ما معنى الدعاء ندعو الله الدعاء هو الطلب حاجات بسيطة الدعاء هو الطلب صح؟ الطلب أكيد حلو طب الآية تقول لنا أطلبه من دون الله أو لا تطلبه من دون الله طبعا ما نطلب من دون الله حلو الآن لما أنا أقول أما أقول يا فاطمة أغيثيني ده طلب من فاطمة ولا مش طلب طيب ما أقول إبقى أنت بتطلب من دون الله ولا لا يا عزيزي الشهيد حبيب الله أو لا يا عم الشهيد حبيب الله بس إحنا ما بنطلب من الشهيد إحنا جاء نطلب من حبيب الله يا عم حبيب الله عز وجل النبي الله عز وجل ما قال لك اطلب منه أين قال الله عز وجل أن تطلب من حبيب الله قال لك أبتغوا إليه الوسيلة وهم وسيلة الله يا عم من الإله أساسا يعني ده حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه عندما تكلم عن هذه الآية قال أبتغوا إليه الوسيلة وأن الوسيلة هي الصلاة والصوم من آخر العبادات طيب لما يوسف الصديق يا عم خلينا دلوقتي خلينا إحنا في نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد كلا نبقى نشوف سيدنا يوسف الشيء أربط لك شيء بشيء يعني كل شيء مبني على الأنبياء يا باشا أولا سيدنا يوسف لم يطلب من سيدنا يعقوب وسيدنا يعقوب لم يطلب من سيدنا يوسف وبعدين الاسنين كانوا حيين على فكرة مش ميتين أنت عندما تقول يا فاطمة أغيثيني تطلب من ميت يا شيخ نصي شوي أنا حرج على سؤال تهينا اللايبري في عمرك عشان ما نتفرع الآن عندما تقول يا فاطمة أغيثيني أليس هذا طلب هذا طلب طيب أنت تطلب من دون الله ولا بتطلب من الله أنا أطلب من الله لكن أحيانا بوسيلة يا باشا ما الذي قال لك خذ فاطمة وسيلة ما الذي قال الله قال ابتقوا إليه الوسيلة طب أنا وسيلة يلا تفضل يدعي بي ما الآية لم تحدد أنا وسيلة تفضل يدعي بي يا باشا ومين اللي قال لك أنهما وسيلة أهل البيت مين اللي قال أسكني أنا بقول لك علي بن أبي طالب تكلم عن الوسيلة عن الصوم والصلاة إلى أخير والطعاد بصفة عامة ما قال طلبه مننا نحن أهل البيت التفسير يوم الطورة بحر دانوار يا باشا وهو علي بن أبي طالب هو اللي قال لك كلام ده يبقى أنت عندك تناقض الآن طيب أنا عايز أسألك سؤال أسألك سؤال الآية التي تقول وابتغوا إليه الوسيلة هل دي مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أم لا ما عفتهمتك الآن الله عز وجل عندما أمرنا أن نبتغي إلى الله الوسيلة هل هذه الآية أيضا مخاطب بها علي والنبي أم لا جميع الخلق طب ما هي كانت وسيلة النبي صلى الله عليه وسلم ليتقرب إلى الله كانت الصلاة بس روح صليبا شكرا لك